بيتقدم لها عرسان كتير والحمد لله دايما هم غير مناسبين لنا من ناحية السن أو إن احنا بنطلب منهم وجود شقة في القاهرة وشقتهم دايما بتكون في محافظات فبيتم الرفض خصوصا إن ما فيش ترحاب من بنتي بالعريس المتقدم وسن بنتي بدأ يكبر ولسه ما جاش حد مناسب فأنا خايفة نكون غلطانين وبنرفض نعمة ربعتها وهربنا يعني احنا مش هندخل بقى فيه هربنا ممكن يبعت معرفش مش مناسبين لنا لأسباب أنا مش عارفة ما ندخلش نفسنا في القدر بهذه الصورة لكن ما يعنينا من المجريات الأمور اللي بتحدث للإنسان إنه الإنسان عليه أن يفك أولا لو كانت الإبنة دي تقدم لها إنسان هي قبلت بي يعني تقدم لها عريس هي رضيت بي وقلنا ده كويس وهي يعني حد كويس بالنسبة لها فحنكون نقول ساعتها والله إحنا رفضنا إنسان بنتنا قبلت بي لكن الحقيقة إنه ابنتكي الكريمة لم تقبل بأي من هؤلاء الخطاب اللي تقدموا لخطبته فالمسألة بقى ما بقيتش حتة اشتراط الشقة في القاهرة فقط طبعا أنا بفضل أنا أفضل يعني أنا لو في مكان لأم طبعا أفضل تكون بنتي جنبي لأنه غالبا البنت بتحتاج لولدتها بقى عند الحمل والولادة وما شابه ذلك من هذه الأمور لكن تقدم إنسان يعني حاجة كده كويسة وأهل ناس طيبين وهو له سكن مستقل مش مشترك فيه مع أحد لأنه للزوجة حق الاستقلال في السكن ومش هندخل بنتنا في مشاكل وكل المشكلات أغلبها في مسائل السكنة مع الأقارب أو من الطرفين حتى مش لازم بس من أهل العريسة أو حتى من أهل العروسة كتير بتاخد البيت أو حياة الزوجية إلى مشكلات كثيرة جدا فبنقول الاستقلال مطلوب إذا تقدم إنسان طيب وأسرة طيبة وإحنا نأمن على بنتنا معايا وسألنا عليهم كويس وبعدين هو ما عندوش إمكانات يجيب شقة في قاهرة يمكن أهله مثلا جايبينه في المحافظة اللي هو يعني مولود فيها فقدرين هو دي إمكاناتهم فلا نكلف الرجل فوق ما يطيق ربما يكون مرتبط بعمله في هذه المحافظة فيعني ما نحطش ساعتها بقى العقدة في المنشار فإن قبلنا بهذا الخاطب ومن جهة إن إحنا درسناه وإنه شخصية لا ترد ما في الحالة دي نقبل بهذا الأمر وإحنا نبقى ناخد عليه إنه بنتنا لازم نشوفها كل فترة تقدروا حسب العرف واللي أنتو يعني بتشوفوا بعضكم فيه إذا كان عرفا معقولا مقبولا وإذا كان حد نأمن على بنتنا معاه فبردو ما فيش مانع أن احنا ما نضيعش عليها فرص طيبة فربما يعني ربنا يبارك لها في حياتها في هذا المكان ده إن قبلت هي بالانتقال من القاهرة إلى محافظة أخرى لأنه في بنات مثلا تقول أنا مش عايزة أنتقل من هذه المحافظة ما هي بيتقدم حد بشروط وبوضع وانا لي بعض الشروط إن قبل بها فبها ونعمة إن لم يقبل بها وإدر يوفر أو إن احنا نتوافق على منطقة وسط فلمانع برضو لكن أنت حضرتك ما قدرش أقول إن احنا بنتبطر على نعمة طالما إحنا لنا إن احنا نقول الشروط اللي عايزينها بس مش عايزين يعني إيه لما تيجي شخصية إحنا عارفين أنها ممكن ما تتكررش تاني أو قل ما إن احنا نجدها نرفضها كده إذا كان فيه إمكانية للقبول فبها ونعمة وبالذات بنتك في كل من تقدم قبل ذلك هي لم تقبل به يبقى أنا العبرة عندي بقى فيه قبول مبدأي هو ده الأساس في مسألة الأمر وبعد كده نتكلم في باقي التفاصيل المطروحة يا ستة هنا اشتركوا في القناة